الصندوق الخاص بكبار السن ايه هي اهم الخدمات اللي بيقدمها لكبار السن وهل ممكن لأي حد ان هو يستفيد من الخدمات والمميازات الخاصة بالصندوق هو حضرك الصندوق هي بقى له ضوابط ومعايير معينة بلجنة مشكلة هذه اللجنة بتضع سياسة لأليات الصرف من الصندوق ومن المستحق و ايه هي الخدمات اللي تقدم للمسن من خلال هذا الصندوق فده يعني نقلة كبيرة جدا في مصر وخاصة في ملف كبار السن فان شاء الله القانون يصدر هيبقى فيه آليات للصرف ومن الفئة المستفيدة و ايه انواع الخدمات اللي يتقدم من خلال الصندوق لو ما عند حضرتك تفاصيل عن هذا القانون انه قانون مهم جدا قانون حقوق المسنين ايه اهم البنود اللي حيتضمنها هذا القانون اللي بتكفل رعاية اكتر وتقديم خدمات اكتر لكبار السن هو القانون بشكل عام شمل كافة الخدمات اللي ممكن تقدم لكبار السن سواء خدمات اجتماعية خدمات نفسية خدمات صحية خدمات طرفهية حقوق واجبات حماية المسنين من الانتهاكات حماية المسنين ومشاركتهم في الادلاق باراءهم في المجتمع كمان اضاف جزئية مهمة جدا ان المسن دي مش نهاية الحياة بالنسباله بالعكس دي احنا ممكن نستفيد من خبراته ممكن المسن يكون متطوع في بعض الاعمال داخل الدولة المصرية المسن كمنتج مطاقة اضافة قيمة مضافة للمجتمع طبعا حضرتك خبرات مثقلة لدي المسنين لازم نستفيد منها نستفيد منها بقى كمسن مونتج في الدولة كمسن متطوع في بعض الاعمال الخيرية كمسن متطوع في بعض الاعمال او مبادرات الرئاسية ما فيش مشكلة عندنا خالص الباب مفتوح لكل المسنين هم يشاركوا خلي بقى لحضرتك ان وزارة التضامن الاجتماعي شغال على ثلاث محاور اساسية لكبار السن محور الحمال المجتمعية او الحمال الاجتماعية ومحور الرعاية الاجتماعية ومحور الدمج المجتمعي محور الحماية الاجتماعية اللي شغال عليه وزارة التضامن الاجتماعي خاص بالدعم النقدي الخدمات اللي بتقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لكبار السن من خلال الدعم النقدي وده وصل عددهم عدى نصف مليون مسن بياخد معاش كرامة بقيمة 610 جنيه شهرية دي مساهمة هي ممكن تكون بسيطة ولكن في النهاية بتجمل مبلغ كبير جدا الجزء الثاني بنك ناصر لتبع مزارة التضامن الاجتماعي بيده قروض حسنة لكبار السن بالإضافة إلى شهادة اسمها شهادة رد الجميل لكبار السن قطبها لحضرتك فيه خدمات بتقدم بشكل كويس جدا من الدولة ومن مزارة التضامن الاجتماعي ده بالنسبة لمحور الحماية الاجتماعية تعالي نتكلم على محور رعالي اجتماعية وده محور مهم جدا لأن محور رعالي اجتماعية لازم يكون احتواء كامل لهذه الفئة المهمة تقديم الخدمات النفسية تقديم الخدمات الاجتماعية تقديم الخدمات الترفيهية تقديم الخدمات الصحية لكبار السن طيب الوزارة بتشتغل على هذا المحور من خلال آليات معينة ايه آليات الوزارة في تقديم الخدمة للمسنين عندنا دور مسنين على مستوى 22 محافظة فيها 174 دور مسنين هذه الدور هذه دور تابعة للوزارة ولا دور تابعة للوزارة والجمعيات الاهلية الشريكة هذه الدور بتقدم خدمات كافة الخدمات للمسنين اولا بتبقى بيئة آمنة طبقا لمعايير جودة معينة بتضعها الوزارة لتقديم خدمة جيدة وتوفير حياة كريمة وآمنة للمسنين داخل الدور فيه جهاز وظيفي مؤهل ومدرب لكيفية التعامل أولا مرحلة الأمريات دي مرحلة في منتقى الأهمية لازم لها خصوصية في التعامل ليه حضرتك؟ هدي مثال بسيط لو إن مسن كان مثلا في منصب كبير وكيل وزارة أو مدير عام أو مدير في شركة واتحال على المعاش ودخل دار مسنين فلوه خبرات ولوه طاقات وعنده ذكريات ما نقدرش نغفل هذا الجزء طبعا فعلشان نتعامل مع النوعية أو الفئة بهذا الشكل لازم يكون اللي بيتعامل معهم مدرب ومؤهل تأهيل كامل إنه يحتفظ بكيانه ويبقى أمين عليه ويوفر له سبل الحماية الكاملة داخل الدور في جهات رقبية على هذه الدور من الوزارة ومن المديريات ومن المنظمات المجتمع المدني بنتشارك في أن نحن نحوكم الأمور داخل دور المسنين بحيث أن الخدمة تقدم بشكل جيد جدا دي آلية أكمل لحضرتك بس الآلية التانية عندنا 191 نادم مسنين على مستوى الجمهورية وده يمكن مش كتير عارف الموضوع دوت مشترك فيها أعضاء حوالي 56 ألف عضو طيب الأندية دي بتبقى أندية نهارية الأندية بتقدم مجموعة من الخدمات ثقافية طرفهية ندوات رحلات مصايف لقاءات بنستفيد من الخبرات المسنين في اللقاءات اللي زادي فحضرتك الأندية دي متاحة كمان لجميع من يرغب في التقدم للعضوية بيها واشترك بتاعها ضائف جدا يعني حوالي 100 جنيه في السنة